تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة للتقاليد الإسلامية في شهر رمضان فخلال هذا الشهر يقوم مسؤولنا الحكوميون على جميع المساويات بزيارة عائلات المسلمين وعقد اجتماعات معهم لتهنئتهم والاستماع إلى آرائهم لافتا إلى وجود ما يقرب من 30 مليون مسلمين صيني يعيشون في مقاطعات مختلفة وينتمون إلى أكثر من عشر مجموعات عرقية فالمسلمون الصينيون يحتفلون بشهر رمضان مثل غيرهم من بقية المسلمين في جميع أنحاء العالم كنت أعمل في ييو وهي مدينة في مقاطعة الججيان شرقي الصين حيث يعمل ويعيش هناك العديد من الأسلغاء المسلمين العرب من الشرق الأوسط يقومون خلال شهر رمضان بتقوصهم من السيام والصلاة والصداقات فوجدت أن شهر رمضان فرصة لتعزيز روح التضامن والتعاون والصداقة والمساعدة المتبادلة كما يحتفل المسلمون في الصين بعطلة عيد الفطر وخلال احتفالاتهم تفتح بعض مناطق الجزء السياحي للمسلمين مجانا كما يرسل الناس من جميع المقاطعات أطيب الأمنيات ومشارتهم للأفراح تعبيرا عن الانسجام بين جميع الأعراق والديانات في الصين وبخصوص شهر رمضان في دبي وصف لي الشهر الفضيل بأنه مناسبة يشعر فيها بجوملي بالسلام والمحبة والوحدة والانضباط الذاتي والمساعدة المتبادلة وهي قيم مشتركة البشرية جمعاء معربا عن سعارته لتعزيز الصداقة مع الاماراتيين خلال شهر رمضان من خلال الانضمام إلى الاحتفالات والمناسبات المحلية وبشأن العلاقات الثنائية بين الصين والامارات أكد لي أن العلاقات بين البلدين نموذج يحتدى به في إطار التعاون الاستراتيجي بين الدول اشتركوا في القناة